كعادتها في كل منطقة تدخلها طمعاً بالسيطرة عليها ولتعزيز حضورها العسكري على الأرض وإن بلغة الميليشيا ميليشيا الحشد تعزز وجودها عسكرياً في مناطق جنوب محافظة الأنبار لمواجهة تنظيم الدولة في المنطقة لسيما بعد هجمات نفذها التنظيم في الآوينة الأخيرة هناك وسبق هذه التعزيزات هجوم نفذه مسلح ألقى قبل أن يقتل قنبلة يدوية على نقطة تابعة للجيش الحكومي ما أدى إلى مقتل وإصابة ثلاثة أفراد من القوات الحكومية في الهجوم بعيد الحادث حضرت تازيزات عسكرية من ميليشيا الحشد تمركزت في منطقة الطاش والعنكور جنوب الرمادي وعادة ما يسبق وصول ميليشيا الحشد لأي منطقة تقصدها وقوع انفجارات أو هجمات ليبدو دخول الميليشيا إلى المنطقة مبرراً بتطلعها إلى محاربة تنظيم الدولة وهذا ما حدث في منطقة جنوب الرمادي فميليشيا الحشد تقول إنها سيطرت على موقع لتنظيم الدولة هناك حالة عدم استقرار في المنطقة يزيدها سوءاً حضور ميليشيا الحشد إليها ما يزيد عن 45 جريحاً وصلوا الأربعاء إلى مستشفى الرمادي التعليمي كانوا أصيبوا بهجمات لتنظيم الدولة استهدفت مناطق منها الطاش والسبعة كيلو والمجر مصادر صحفية ذكرت أن نحو ثلاثين من المصابين في الهجمات الأخيرة لتنظيم الدولة هم من القوات الحكومية هجمات تشي باحتمالية تجددها من حين إلى آخر لسيما بعد التمركز الجديد لميليشيا الحشد في المنطقة وإلى جانب هذا تفرض الأجهزة الحكومية حضرة جوال في مناطق جنوب الرمادي كلما وقعت هجمات أو حدثت اشتباكات تقول المعلومات إن عناصر ميليشيا الحشد حاضروا بكثرة كذلك هجمات تنظيم الدولة حاضرة وبكثرة ولم تنتهي بعد ما يعني أن مناطق واسعة لمدنيين لا ذنب لهم باتت حلبة صراع لا يعرف أحد متى تتوقف